السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم وحلقة جديدة من خبرات قولايين. كان فيه صديق كده كان سألني عن افضل طريقة يثبت بها البرامج بتاعته كلها على الويندوز بعد تثبيت الويندوز الجديد. وفي الحقيقة كان فيه اكتر من طريقة عشان تعمل كده. يعني فيه طريقة من خلالها ان انت تضيف البرامج بتاعتك على الويندوز او عن نسخة الايزو نفسها. ولما تثبت الويندوز بيتثبت معها البرامج. وطبعا دي كانت حلقة اتكلمنا عنها واشفناها بالتفصيل. وان شاء الله اصلكم رابطاتها موجود اسفل الفيديو. في طريقة كمان وهي ان انت من خلال برنامج تاني بتقدر تعمل لداتا بتاعت البرامج بالبرامج نفسها. وتستردها بقى على الويندوز الجديد. وان شاء الله ممكن بنتكلم عنها في حلقة قريبا. اما بقى خلينا نركز في الطريقتين احنا جاينا نتكلم عنه النهاردة. سواء لو انت محترف او مبتدئ. الطريقتين ان شاء الله ينفعوك. وطريقتين سريعا كده تقدر ان انت تثبت كل البرامج بتاعتك كلها بضغطة زر واحدة. بس كده خلينا نخش بها في الطريقتين عطول عشان ما اتوهلش عليكم اكتر من كده. ولكن اتمنى بس قبل ما نخش على موضوع الفيديو بتاعنا. لو اسفلت موضوع الفيديو فما تنساناش بقى من دعمك الجميل. لايك للفيديو. وطبعا اتمنى منسى اشترك معنا اشتراك في القناة. فنروح على اول طريقة معنا وهي من خلال موقع ناينايتي. وطبعا اتمنى كنا تقاطي اسمه صح للناس اللي بتعدل علي. اسمه ناينايتي. وطبعا الموقع ده مشهور جدا جدا. وفي ناس كتيرة كلمت عنه. ولكن وبصراحة واحد من افضل موقع زي ما قلنا سواء لو انت محترف او مبتلئ. فالموقع ده هينفعك. لان بسطة جدا جدا انت هتلاقي عندك الموقع دي البرامج اللي فيه. وبتقام في كده او آآ تصنيفات. كل اللي عليك دلوقتي انت بتروح على التصنيف اللي انت عايزه سواء لو انت عايز البراوسر او المتصفحات بتاعت الانترنت. فانا بستخدم مسلا كروم. هل ايه عندي كروم هنا? آآ بستخدم حاجة في مسلا روح على آآ برنامج زي ده اللي هو آآ علم عليه بالشكل ده. طبعا اي حاجة انا عايزها مسلا يعني في الميديا مسلا بحب استخدم فطبعا انا علمت على كل البرامج اللي انا عايزها. وبسطة جدا يعني خلاص دورت على البرامج اللي انا محتاجها. ويعلمت عليها بالشكل ده. كل اللي علي دلوقتي بعد ما اختار البرامج بتاعتي. وخلاص خلاصت كده. بروح على تحت كده شوية. هلاقي حاجة عندي هنا اسم مكتوب على اضغط عليها بالشكل ده. سواني هبتدت في الوقت يحمل معي بسيط جدا او تطبيق بسيط جدا. فبضغط له سيف هنا. بعد ما يتسايف معي فبضغط عليها عشان يفتح. واضغط على اس. هبتدلوقتي يقول لي ان انا بتدت ان انا احمل لك اول حاجة عندك لو ضغطت على هنا هيجيب لك مجموعة البرامج اللي انت علمت عليها بتاعك اهو. وطبعا هددنا هو يحملهم ويسبتهم كده مع نفسه. انت مش تعمل اي حاجة. انت بس بتختار البرامج اللي انت عايزها. تعلم عليها. وبعدين هو بيعمل كل حاجة مع نفسه بدون تدخل منك. طبعا حمل وطبعا هو بيقول لي خلاص انا حملت وكمان عملت له وداني علامة علي. لو رحنا دلوقتي هتلاقي ان البرنامج موجود خلاص كده بالفعل ممكن يكون نزل عندي خلاص كده وانصلا مكنش محمله قبل كده. زي ما شايفين هو موجود بالفعل عندي. طيب دي كانت الطريقة الاولانية وهي من خلال موقع فيه كمان موقع ممتاز جدا فيه برنامج ممتاز جدا جدا وهو اسمه باتش ماي بي سي وده هتلاقيه ان هو اصهل وافضل وكمان فيه مجموعة كبيرة جدا من البرامج فخلانا نروح عليه. طبعا ان شاء الله نروح نحمل برنامج 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 برضو ممتاز جدا جدا هتلاقي برضو ان هو حجمه بسيط اللي هو كده سيف. طبعا بقى نفتح البرنامج مع بعض. نضس على هيس. هو برنامج من انواع البرامج اللي هي مش محتاج تثبيت. وازون شايفين فتح معايا البرنامج بالشكل ده. هتلاقي هنا فيه بقى مجموعة جبيرة جدا من العلالات والبرامج. ويعني خلينا بس سريعا كده نتصفح البرنامج وخطواتي اللي فيه. اول الحاجة هتلاقي انت عندك هنا حاجة بمكتوب عليها كده البرامج اللي متسبتها عندك لو انت مسبت برامج هتلاقي البرامج اللي عندك مكتوب عليها او متعلم عليها باللون الاحمر دي معناها ان هي محتاجة تحديس. ازو مش شايفين جيلا بيقول لك ان الحاجة دي محتاجة بالفعل موجودة عندك ومس لكن محتاج تحديس. يعني هو دلوقتي بيسبت البرامج وبيحدس لك البرامج اللي موجودة عندك. فخلي ما نروح على البرامج الناحة تاني هتلاقي ان في مجموعة كبيرة جدا من البرامج هنا. برضو نفس الكلام بتختار البرنامج اللي انت محتاجه هتلاقي برضو ان هو يعني مش مقسمها او زي التاني ولكن هتلاقيهم مصنفين برضو بشكل مع بعضيه بشكل بسيط جدا. فخلينا نروح مسلا نحمل اي برنامج هنا. وبرضو هتلاقي ان الموضوع هنا برضو بسيط انت ما بتعملش اي حاجة. انت بتحدد البرنامج اللي انت عايزه. يعني نحدد بس مسلا حاجة زي. حاجة زي. وحددنا برنامجين زي دول بسطة جدا جدا. كل علاية دلوقتي بروح على هنا الضغط هنا على طبعا زي ما قلنا هو بيعمل تحديس للبرامج اللي عندي. بالاضافة ان هو هينزل البرامج هم دلوقتي مجموعهم حوالي اربعة. طبعا الى اتنين دولار محتاجين تحديس. بالاضافة الى البرامج اللي انا حدسها فالمجموعة عندي هنا اربعة. انا بس ممكن اشير العلامة دي من على البرنامج علشان ما يفرش البرنامج هو انا بسجل. وقول له هنا كده برفارم سري ابدات. هيبتلي دلوقتي زي ما شايفين كده اول حاجة هيبتلي نعملي ده للبرنامج اللي انا حددته. وعلى طول بعد ما اعمل له بتاعه بيقول لنا او يعني خلاص كده هو حمل. فيبتلي دلوقتي في مرحلة الانستول. وده هينطبق اهو زي ما شايفين كده خلاص هو كده خلاص. يعني حمل وثبت البرنامج مع نفسه بدون تدخل مني. وطبعا هتلاقي في مجموعة كبيرة جدا من البرامج هنا. كمان لو رحنا على هتلاقي ان في اعدادات ممكن تغيرها في البرنامج هنا. ومنها كمان حاجة اسمها يعني انت ممكن لو عندك برامج وعايز تحزفها فهتلاقيها في هنا هتوقف بس على البرنامج اللي انت عايز تحزفه. وتروح تعمل له هنا فهيتحزف معها بسهولة جدا. فالبرنامج بصراحة ده ممتاز جدا جدا. انصحك ان انت تستخدمه. ويكون موجود عندك على جهازك هو مستو انه هو من البرامج اللي مش بتحتاج تثبيت. يعني منجرد الايكونة بتاعتك تكون موجودة عندك على جهازك. بعد ما تثبت الويندوز كل عليك ان انت تروح على الايكونة بتاعته وتفتحها. وتبتدي ان انت تحدث لو عندك برامج بيثبتها. او تعمل او تحمل البرامج اللي هي اللي انت محتاجها. ودول كانوا اسرع طريقتين اللي انا شايف من صراحة من خلالهم ان انت تقدر تثبت كل البرامج بتاعتك اللي انت محتاجها بسهولة وبطريقة سريعة جدا. اتمنى تكون رديت على السؤال بتاع صديقنا. وطبعا لو عندك اي سؤال ممكن تسألهلي من خلال التعليقات او من خلال صفحة الفيسبوك او من خلال الجروب بتاع الفيسبوك بتاعنا اللي ان شاء الله اصلكم ربطها موجود اسفل الفيديو. اشكركم جدا جدا لمتابعة حلقتنا النهاردة. واتمنى تكونوا استفادتم منها. وشكرا للمتابعة مرة تانية. واشاكون ان شاء الله لخير في حلقات التانية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.